مساء الرضا كيف حالكم ان شاء الله طيبين اليوم قبت لكم طريقة حاجة جدا روعة اللي هي بديل البسباس العدني او معقون الفلفل العدني طبعا نحن بسباس بعدا نقول على الفلفل ودائما ما نرات ما يكونش معانا فلفل وزي حالاتي لما يخلص مني البسباس العدني او الفلفل العدني وعشان نتبل في السمك شوفوا ايش نحتاج اني استبدله بالتمر الهندي او الحمر بس بطريقة حلوة دائما شوفوا لو ما كان ما يكونش عندي بسباس عدني وفلفل استخدم دي الطريقة اجيب كمية من التمر الهندي او الحمر شوفوا هذا من غير نوات هدي من غير نوات انتم استخدمون لي معاكم حتى معقون التمر الهندي وانقعوا بماء مغلي ماء ساخن وخلي شوية على باليطرة بعد من كده طراء تمام اهرسوا كده بالشوكة طبعا هدا قطركم من غير نوات يعني محتاجش اني اصفي بس زي من انتم تحبوا اذا عندكم بنوات صفوه لازم تصفوه بالمشخل او المشن هنا على النار مقلابة بضيف كمية من الزيت وباقي من صلصة الطماطم كده ملعقة كبيرة صلصة الطماطم ولازم تحمصوها او تشوحوها عشان ايش اه يعني تتغير لما تطلع لي ريحة كده يتغير طعمه شوفوا صلصة الطماطم ما تضحطش كده لازم تنهار يعني تتشوح تمام وباقي فص من الثوم المهروس وباشوحها كده تمام تمام مع صلصة الطماطم وهنا لكم الاختيار بابريكة حارة او بابريكة باردة زي ما تحبو انا ضفت بابريكة حارة وبعدين اضفت معقون التمر الهندي او الحمر اللي نقعته وبعدين كده هرسته شوفوا ضفته انا مع القطع بس انتم تقدرو بس تضفو الماء حق وتصفوه وخلو كده قلبوه تمام تمام كده خلو كده يعني ياخد من كل الطعم وكمان ضفوله شوية ماء اذا حستتوا انه كده ثقيل كتير عادي ضفوله قليل ماء حاجة بسيطة ماء ساخن شوية انا ضفت له كده حق ملعقتين كبيرة ماء وخلاص خلو شوية بس كله ياخد ثلاث دقائق اربع دقائق ويكون جاهز تتبلو في السمك تعملو في المطفاية والله لذيذ ويعني يغنينا شوية عن البسباس العدني طبعا البسباس العدني او في الفل العدني ما لناش غني عنه بس انه هذا كتير حلو وصدقوني اللي يطعم السمك الزمان نما كان مش متوفر للبسباس العدني ملاقيهاش كانوا يقولولي هده من فين تقبيل بسباس اقولهم والله مش بسباس ورقع اعطيهم من الباقي دايما يبقى معي وعادي يقلس بالفريزر او بالتلاقة يقلس مدة اسبوع اسبوعين شهر ما يتغيرش لانه في بوز زيت وما في بوش طماطم واشياء اللي بتخرب والان شوفوا معايا سمك اني بسوي معايا سمكة باخد كميتي اللي بتبر فيها كاني بستخدم بسباس عدني او الفلفل العدني وبضيف الحقي الكاري النيل اني احب يبنات كاري النيل لا يتقلوليش قريبي دا الكاري ودا الكاري اني يجيب كاري النيل من اليمن اجيبه ورشة من الفلفل الاسود قدو خلاص خلاصت القورة حقي وكمان الملح وانتم زي ما تحبوا تعملوا بسمككم كمون كزبرة انا احب دي التتبيلة مستغنيش عني صدقوني لدي دا مستعيل احد يدوق السمك ويعني ينكر انه ما في بوش بسباس عدني يعني اللي قدتوكم عند حد اقاع عندي يعني من الضيوف كانوا يأكلوا يا سلام ويتلددوا بالاكل العدني وهو ولا فيه ولا قطرت بسباس وهو بهذا كنت استويه وبس والله ده انتشوفوا كل السمكة ملسته تمام تمام وهذا القطع يعجبني ان احنا نحبه القطع التمر الهندي كده مع الاكل حلوى وحطيه كده كده دسدسة كده بالاماكن كده الصغيرة وخلاص هذا الطلاب زوجي يشوفوا اشتي كده السمكة واشتي عليها بصل وطماطم شريح طماطم طبعا تقدروا تدخلوها تنور او بالفرن انا خلاص يعني احط عليها بعين ارش كمان عليها من فوق بهارات تقدر ترشو عليها كزبرة شبت اللي انتم حابين اني بس ما كان عندي الصراحة شريح طماطم وبصل وتقدروا تعملوه في الفررومي الخضار اللي انتم تحبوها يعني السمكة هذي كله بعدين ينشوي هذا الخضار ينشوي طعامه يطلع يقنن كده بعدين تاكلوا السمكة مع هذا الخضار المشوي يعني الطماطم ولو في الفررومي يحطوا البيبر كده مع الرز والسمك اطلع حلو البسباس الاخضار الشتنين يا سلام شوفوا الان رشت عليه في الفيل اسود ورشت كمان عليه رشة من الكاري وكمان رشة من الملح وخلاص حطت قصدير بالصينية اللي بدخلي الفرن حطت ليه قصدير ودخلته على فرن كانت سخنته حرارة 200 اخد مني 15 دقيقة الى 20 دقيقة بعدين حمرته من فوق شويته بس الفرن لازم يكون حار يعني وهذا الباقي حطته بالتلاقة باستخدمه بالمطفاية باستخدمه بالتتبيلات السمكة المقلي عادي وما شاء الله خركت السمكة يا سلام والله تأكل من غير الرز حتى كده تأكله كده على عصره ليمون يا سلام طبعا السمك اللي استخدمته دينيس وانتم بتقدروا تستخدموا اي نوع سمك قلت لكم هذي يعني التتبيلة كده اني ابتكرت لانه تعارفوا مرات يعني ايش اقول لكم الحاجة تولد الاش ايش الابتكار والله ما اني عارف ايش لحظة اشوف بجوجل ايش هول المثل واقيلكم شفت شفت الحاجة ام الاختراع واني عملته والله دين الحاجة ام الاختراع شفتوا كيف بقدن جدا حلوة ودايمن تم تقولوا لي هده ايش بديلة البسباس العدني ايش بديلة الفلفل العدني كان ربود الطريقة جدا حلوة قلتكم ملناش غنى يعني حلوة البسباس العدني لكن هذي جدا حلوة وصراحة تغنيني يعني ماحس اني لازم لازم بسباس مرات خلاص اعمل هذي الطريقة الحاصل الموجود نحنا نبتكر صح ولا لا وكمان بقولوكم لا تزودوش التمر الهندي لا يعني لا تخلونوش كتير باين تخلوه حامض في بحموضة لا يعني اعملو كده كمية بسيطة مع صلصة طماطم من العاقة كبيرة صلصة بس لازم تتشوح وكمان بقولوكم من اسرار نجاح يعني السمك الحلو الطبخ الصح تصبحوه وتدخلوه على نار عالية يكون الفرن حامي او التنور والسمك مين طبخش كتير اذا انطبخ كتير اطلع يابس وناشف سوى بالتنور او الفرن او مقلي والان تعالوا شوفوه اقتلي هدية من مصر من قارتي ربنا يا سعدي دايما دايما تذكرني ربنا سعديك يا ريهام ويقبر قلبك يا رب قابتلي ورق العنب فريش هذا ورق العنب طازق يعني والفول طبعا الفول يعني فول مصر لاغينا عنه فول لذيذ جدا وكمان السمنة الطبيعية وكمان السمنة الحيواني يعني الطبيعية هنا قابل لي ورق الكرب ملفوف قاهز خلاص بس اطبخه ان شاء الله باطبخه معاكم وبتشوفو كيف جدا لذيذ خلاص محشي وقاهز تسلم يدي امي الله يحفظي وان شاء الله يخليها لكم يا رب وكمان تعرفو الدقاج حق مصر تربية كيف انا صراحة لما ادوق الدقاج عندي كان يعجبني كتير وكده لحماء كمان حق ورقة اللحم وذي لما تعمله رهيبة وكمان ذكرتني فيها ربنا يسعديك ويقزيك الف خير يا رب بس والله بالعافية ليولوكم اذا عقبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة تفعيل قرس الاشعارات ولايك وكمنت سحلوا منكم